اشتركوا في القناة ونائبي رئيس الجمهورية والامين القطري المساعد للحزب ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية ورئيسي مجلس الشعب والوزراء ونواب وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ورئيس اركان جيش التحرير الفلسطيني بعد ذلك توجه الرئيس الاسد الى النصب التذكري للشهداء حيث وضع اكليلا من الزهر وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة وقرأ الفاتحة مع سيادته كبار المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من المحافظين ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية واعضاء من مجلس الشعب وعدد من كبار ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ثم تم عزف لحني الشهيد ووداعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبل ان يغادر الرئيس الاسد صرح الشهيد تبادل حديثا قصيرا مع ثلة من ابناء وبنات الشهداء حول معاني البطولة التي سطرها شهداء الوطن عبر تاريخ سوريا الحديث